ينضم إلينا من البصرة عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظتها أحمد عبدالحسين سيد عبدالحسين أهلا بك ما الذي يحصل في البصرة من سرقة المطار العسكري إلى قتل في شوارع بوضح النهار حتى السطو المسلح على هذه المصوغات أيضا ما الذي يحصل هناك نعم حياكم الله ما يحدث في محافظة البصرة وخاصة هذه الأيام الفائتة والأسابيع الماضية هو ظهور وبروز ظاهرة العصابات المسلحة والعصابات المسلحة والجريمة المنظمة وعملية السطو وعملية التجاوز على أملاك المواطنين من خلال السرقة ومن خلال الابتزاز ومن خلال عمليات السطو المنظمة حقيقة هذا وآخر ما حصل ليلة أمس بدخول مجموعة يرتدون البزة العسكرية وبصفة أنهم أجهزة أمنية على سوق في منطقة الحي الحسين وسرقت ثلاثة محلات للذهب وكانت الأرقام كبيرة جدا وهناك ثمانية ثمانية أفهم المقاطعة نعم شفنا معا التقرير أعتقد أن هذا مؤشر أفهم المعلومة الموجودة بسرقة هذا الكم الهائل من الذهب والاعتداء على هذه المحلات لكن يعني عصابة دخلت بزي عسكري وأيضا التي دخلت إلى المطار كانت بزي عسكري كيف يتسنى لمثل هذه العصابات أن تمشي بكل هذه الثقة داخل المحافظة يعني هذا في الحقيقة أن أريد أن أوضح بعض الأمور كتوطئة لما يحدث في محابة البصرة هذا يدل على هشاشة الوضع الأمني وظهور بروس هذه الظاهرة للعصابات المسلحة والارتداءة زي العسكري يدل على عدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخباراتية وعدم توحيد المعلومة وتقاطحها كما أنه يدل على عدم التفاهم وكذلك عدم التنسيق مع هيئة الحج الشعبي حتى لا يستغل هذا الاسم المقدس من بعض من من تسول له نفسه باستغلال هذه العناوين المقدسة لابتزاز المواطنين والسطو على أموالهم وإرباك الوضع الأمني حقيقة هذه الظاهرة برزت في الآون الأخيرة وهي مؤشر خطير على المرحلة القادمة وبالتالي يحتاج إلى وقفة جدية وكبيرة من الحكومة المحلية من الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة سيد عبد الحسين بجميعها ومن الحكومة الاتحادية بأنه يعالج هذا الوضع باحتبار أن وضع البصرة ومحافظة البصرة ليس كباقي المحافظات هي المحافظة الاقتصادية الأولى التي تم تلك المواقع النفطية وهي المحافظة الحدودية تقول بأنه لا يوجد تنسيق ربما ليس فقط ما حدث في عملية السطو هناك أيضا في بعض المنافذ الحدودية هناك سيطرة لبعض القوى ولبعض الواجهات السياسية على وضع هذه المنافذ ووضع بعض هذه الموانئ واستغلالها لمواصلحها الخاصة حقيقة اليوم ما نشهده من التجاوز على حقوق المواطنين وعلى أموالهم وإرباك الوضع الأمني هذا الرسالة السلبية قبل أيام كان عندنا في البصرة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية على أثر هذا التداعي وقام ببعض الإجراءات التي مشأنها أن تعالج بعض الثغرات أعتقد عدم المحاسبة أيضا للماسكين للوضع الأمني والضباط وغيرهم وعدم توحيد الجهد الأمني والاستخبارات بين قيادة العمليات وقيادة الشرطة كل هذه الأمور ووضع الأشخاص الغير مناسبين على أساس المحسوبية وعلى أساس الوضع السياسي والمجاملة كل هذه الأمور وأمور أخرى أدت إلى أن يكون الوضع في محافظة البصرة هش وضعيف ممكن أن ترتكب جريمة في أي موقع وفي أي وقت من الأوقات نحتقد اليوم نحن كحكومة محلية في محافظة البصرة نتحسس هذه المعاناة وهذه التداعيات وكان هناك أيضا لقاء بين رئيس مجلس محافظة البصرة سيد أحمد عبد الحسين وتحدثت بهذه التفاصيل كلها أعتقد أن المرحلة القادمة ستحدث تغيير في محافظة البصرة على المستوى الأمني ومعالجة هذه الثغرات ومحاسبة المقصرين والذين تسببوا بهذه الأضرار الجسيمة على حياة المواطنين لا تنسى الوضع الاقتصادي أيضا ويعتبره عامل من العوامل الخطرة التي تدفع بالكثير باتجاه ارتكاب الجريمة وابتزاز الناس بهذه الطريقة طبعا للأسف يبدو أن السيد أحمد عبد الحسين لا يسمعني ولكننا نسمعه على كل حال كان بيودي سؤاله أكثر كنت معي من البصرة عضو اللجنة القانونية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين شكرا لك شكرا لك